السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الصديقات المتعلمات مرحبا بكم من جديد على قناتكم دروس الدعم والتقوية الابتدائي في حصة اليوم سنتمم إنجاز الامتحال الأول للدورة الثانية في مادة اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي هذه المرة سننجز تمارين التطبيقات الكتابية إذن تابعوا معي سنبدأ بالتمرين الأول التمرين يقول أو السؤال يقول أملأ الفراغ بالصفة المناسبة إذن الصفة هي النعت بالصفة المناسبة المجدون خشبيا الماهرة إذن نكتب أو نقرأ الجملة الأولى صنع النجار بابا خشبيا إذن خشبيا بابا خشبيا هذا هو النعت ولا هو الوصف ديال الباب زرت الطبيبة الماهرة في عيادته عندنا واحد الطبيب غير نقوله الماهرة الماهرة في عيادته عاد الفلاحون المجدون إذن الوصف يكون يطابق الموصف يعني النعت يطابق المنعوت في الإعرابي وفي التذكير والتأنيتي وفي الجمع إذن لدينا الفلاحون سيكون لدينا المجدون سيكون حتى وجمع المجدون هذا فيما يخص السؤال الأول نمر الآن إلى الإجابة عن السؤال الثاني أجيب عن الأسئلة التالية بحال مناسبة هنا سنزيد الحال كل جملة سنزيد لها الحال كيف يعمل النجار نجيب عن السؤال يعمل الحال كما كنا نعرفه فهو كيكون واحد الكلمة منصوبة كيكون مفرد منصوب إذن يعمل وكيكون اسم نكرة يكون اسم نكرة منصوب يعمل ما فيش الألف لم يعمل النجار يعمل النجار مبتسما مثلا مبتسما مبتسما أو مبتهجا أو نشيطا إلى آخره كيف تلعب مع أصدقائك ألعب مع أصدقائي متحمسا أو فرحا ألعب مع أصدقائي أصدقائي متحمسا متحمسا أو فرحا إذن هذا هو الحال واسم نكرة منصوب يأتي ليبين صاحب هيئة صاحب الحال أو يعني يبين لنا كيفاش دير هذا صاحب الحال هنا عدنا صاحب الحال هو النجار وهنا عدنا أنا هو صاحب الحال متحمسا إذن نمر إلى السؤال الثالث صل بخط إذن هنا عدنا كل جملة غنوصلها يعني اللي هنا يعدنا النشيط النشيطة نشيطا إذن عدنا بعد المرة نأت وبعد المرة عدنا الحال إذن رأيت الممرضة النشيطة خرجت من المنزل نشيطا نجحت تلميذ نشيط إذن عدنا نوصلها بالنشيط نمر إلى السؤال الموالي رابعا أملأ الفراغ بما يناسب علي تاجر صغير يعمل الدكان في الدكان من الدكان على الدكان إلى الدكان إذن في الدكان هنا عدنا ندير حرف الجر كل وحدة في المكان ديالها إذن في الدكان يعني هنا حرف الجر في يذهب إلى عمله إلى عمله كل صباح على دراجته إذن يذهب على متن دراجته على دراجته إذن صفاته من صفاته من صفاته إتقان العمل إذن علي تاجر صغير يعمل في الدكان يذهب إلى عمله كل صباح على دراجته من صفاته إتقان العمل نمر إلى السؤال الموالي خامسا أصنف الأفعال التالية وجد باع رمى يبس نام جنى إذن هنا يعدنا الجدول فيه فعل أجوف فعل أجوف هو الذي يكون فيه حرف العلة في الوسط فعل مثال هو الذي يكون فيه حرف العلة في الأول فعل ناقص يكون فيه حرف العلة في الآخر نذكره بحرف العلة إذن حرف العلة هي واي ثلاثة الحرف واي إذن فعل أجوف إذن عندنا فعل يكون فيه حرف العلة في الوسط فعل مثال عندنا فعل يكون فيه حرف العلة في الأول فعل ناقص عندنا فعل يكون فيه حرف العلة في الآخر نبدو بالوجدة وجدة في حرف العلة في الأول إذن فعل مثال نكتب وجدة باعة فيه في الوسط سنكتبوه في الأجوف يعني كان فيه حرف العلة في الجوف دياله في الوسط دياله رمع في الآخر دياله ناقص رمع يابيسة فيه حرف العلة في الأول دياله سنكتبوه في المثال يابيسة غير خص هذا حرف العلة يعني إلا كانت ليا خص نتأكدوه واش ماشي حرف المضارعة حيث حرف المضارعة فيهم ليا بعد المرات كان نقول مثلا يدروسو ورد ضروري خصنا نحول الفعل الماضي مع الضامير هو نسنده إلى الضامير هو في الماضي مثلا هو دارسا ماشي يدروسو دارسا يعني غادي نصنفو الفعل وهو كان في الماضي ما يكونش في المضارع ثم عدنا ناما فيه الأجوف هادي فيه حرف العلة في الوسط جنا فيه حرف العلة في الآخر ديالوكات ما في الناقص هذا كل ما يخص لإجابة عن السؤال الخامس نمر الآن إلى السؤال المولي سادسا حول الجملة إلى الضمائر التالية ساعد صديقه أنا ساعدت صديقي أنا ساعدت صديقي هي ساعدت صديقتها ساعدت صديقتها أو ساعدت صديقها يقدر يكون صديقتها يقدر يكون صديقها إذن هنا صديقه يقدر يكون صديقها أو صديقتها نمر إلى السؤال السابع والأخير أسمي ملء الجدول عندنا الماضي والأمر قال قل قف قال قل وقف قف وقف وقف قف عاد عد عد في الأمر وصل صل صل إذن هنا عدنا الماضي والأمر قال يقول قل وقف يقف قف عاد يعود عد وصل يصل صل إذن هذا فيما يخص الإجابة عن التمرين أو السؤال السابع والأخير في هذا الامتحان إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة حيث سننجز أو سنتمم هذا الامتحان سننجز مكوة الإملاء والتعبير الكتابي على نفس القناة إذن لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وإذا كنتم لم تشاركوا بعد في القناة فالمرجر المشاركة والضغط على زر أبني لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد على هذه القناة